بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين زارنا شيخنا الإمام الشهيد البوطي رضي الله عنه في مصر وسعدت بصحبته صحبة خاصة في زيارات كثيرة ولا سيما زيارات أولياء الله الصالحين وهي الفرصة الوحيدة التي أختلي بها بالشيخ هذه المدة الطويلة من الزمن بعيدا عن الدروس وبعيدا عن الزحام وبعيدا عن الأضواء استفدت منه كثيرا ولقائي بالشيخ وشيخنا نحن يعني قرأنا عليه منذ ما يقرب من ثلاثين سنة ولا نزال بفضل الله تعالى إلى أن يعني ما بقينا على هذا إلى أن التحق بالرفيق قال لي كلاما غريبا عن مصر قال الملاحظ أن مصر بعد معاهد كام ديفيد قد انخفضت في جميع المجالات ليس المجال الديني وحده الشيخ عالم أصولي أزهري وأخذ عن كبار علماء الأزهر وأخذ العالمية من الأزهر الشريف فهو لا يتكلم عن الديني وحده الدين والعلم قد انخفض بشكل ملحوظ جدا ولكن الشيخ قال انظر إلى باقي المجالات في مجال الاقتصاد مصر قد انخفضت ولم يعد لها ما كان في سابق عهدها في مجال السياسة لم يعد لها الريادة في العالم العربي أو العالم الإسلامي مصر قبل كام ديفيد كانت تترأس دول عدم الانحياز في مجال الاقتصاد أنتم تعلمون كم كان الجنيه وكم صار بعد ذلك في مجال الرياضة والكلام للشيخ البوطي في مجال حد قال بل حتى الفن بغض النظر عن حكمه هو حلال أو حرام حسن أو قبيح قال حتى المجال الفني مصر قد انخفضت فيه انخفاضا كبيرا قبل ان اخوض في التفاصيل اوجه اعتذارا للسادة المثقفين الذين تلقوا تعليمهم وثقافتهم من قناة الجزيرة او من مالك بن نبي وامثاله فهؤلاء ربما يشيرون الي باصابع الاتهام مباشرة بان هذا رجل متخلف يتكلم في عقلية المؤامرة وقضية المؤامرة التي اتفقنا على بطلانها لا لا اتكلم عن المؤامرة ولا اقول ان مؤامرة قد حصلت بل هناك فضيحة مدوية حصلت المؤامرة تكون في السر اما هذه فضيحة مصر احبها واحب اهلها ومصر لها مكانة خاصة في قلبي شربت من ماء نيلها ومن طعامها ومن ثرواتها واخذت سدايا ولحمتي من مصر من مشايخ مصر واحفظوا الود لها ولأهلها والحقيقة قد ارتحت في مصر اي مراحة من اكثر البلاد التي ارتحت فيها مصر كلامي ليس عن هذا كلامي عن الانحطاط الذي حصل مصر بلد ضارب في عمق التاريخ كان من المؤسسين للحضارة الانسانية الاولى وفي العالم الاسلامي لهم بصمات واضحة جدا فيها ائمة وعلماء وعظماء الليث بن سعد الربيع بن سليمان المراد بل حتى الشافع رضي الله عنه سكن فيها واستقر وفيها الازهر قبلة العلم والعلماء فانا لا اريد انتقاصا لمصر ولكن اتساءل اقول ايه اللي قرى كما يقول المصريون ما الذي حصل ماذا حصل لمصر ابراهيم عيسى يقدس البقر على التلفزيون المصري جهارا نهارا ويعيب على المسلمين ذمهم للهندوس في تقديس البقر وهو معجب بأنوثة البقرة اسلام بحيري لا يحسن القراءة والكتابة للنصوص الدينية لا يفقه شيئا من القرآن يهزأ ويسخر ويلعب بأحكام الدين القطعية مصر في التاريخ الماضي لم تخلو من اتجاهات مضادة ولكن ما كانوا بهذا الغباء وبهذه السذاجة طه حسين الرجل عنده تخليطات وعنده طعونات ولكن لم يكن بهذه الحماقة وبهذه الاسفاف العقاد كان ينال أحيانا من مقدسات الدين وتعرض له الرافع وشواه على السفود صحيح هذا ولكن العقاد لم يكن بهذا الجهل الزيات نفس الشيء عنده تخليطات وعنده مصائب ولكن ما كان جاهلا كل رجال الفكر في مصر الكبار منهم والصغار عنده ثقافة حقيقية وعنده كلام وعنده ربما من كان منهم يعني مطعونا في دينه تلقى ذلك من المستشقين أمثال أحمد أمين وطاح حسين وهؤلاء كلهم هؤلاء عندهم تأثر بالمستشقين واضح جدا ولكن أحمد أمين أديب كبير ومثقف كبير وتقرأ وله تستمتع بالقراءة له على ما فيه من زغل وضلال وطاح حسين كذلك والزيات كذلك والعقاد وكل كل هؤلاء الناس ما الذي حصل يعني ما الذي حصل إيش يقول المتنبي نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد شيخ معمم بالأمس يقول إن دراما أحسن من المشايخ إيش بمسخرة بمسخرة طبعا هو قصده حسن يعني قصده أنها تؤثر في الناس أكثر ولكن لم تكن مصر كذلك مصر ونحن صغار كانت تأتينا أشريطة الشيخ كشك رحمه الله ولنا تسجيل خاص عن الشيخ كشك سينشر لاحقا لكن الشيخ كشك نعم قصص أحيانا تكون ضعيفة وقد لا تكون يعني صادقة أصلا أو موضوعة أو كذا لأنه لم يكن من أهل التحقيق ولكنه كان حالما كان مثقنا للقرآن كان فقها حنفيا كان يرد على الملاحدة والعلمانين بعلم ليس بجهل شيخ الشعراوي إمام الدنيا حينما يتكلم الشيخ الشعراوي كل الناس في بلاد المسلمين يجلسون إلى الشاشة يستمعون إلى هذا الحبر العالم الإمام الجليل أعود إلى قضية الشيخ البوطي حقيقة هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا البلد المدارس التاريخية مدارس الدولة التي خرجت أمثال العقاد والرافع والمازني وطهحسين وأتكلم عن الصنف عن جميع الأصناف لا أتكلم عن الصنف يعني عن علماء الإسلام هذه المدارس واقعها مأساوي من عنده شيء من المال لا يدخل أولاده في مدارس الدولة طيب ما الذي حصل تدمير منهجي للعلم مصر تعتمد على المعونة الأمريكية بعد كام ديفيد مصر بلد زراعي لا يجدون الخبز الفلاح المصري يعني رأيت أنا رأيت الخبز في آثار الفراعنة خبز مضى عليه أربعة آلاف سنة وثلاث آلاف سنة مصر بلد الخبز هناك مشكلة حقيقية في جميع المجالات هذا البلد الأكبر للمسلمين انظروا ماذا فعل الله به حينما وضع يده بأيدي الصهائنة هذه هي النتيجة الانهيار التام في جميع المجالات وعذرا مرة أخرى من جماعة عقلية المؤامرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم